أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستانف درسنا في باب المجاهدة ومعنى الحديث الأول في الباب يمكن أن نسميه حديث رقم 90 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاداني وليا فقد آدنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يدال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث حديث ويعبر قطل قومي ومن حديث سنتينوات وطول تعالى فى الباب هذه المتعلقة ترجمة نانسي قنقر 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 إنما يتحدثين من كتار فالكتب الأدوان يتحدثون من كتابهم ويطبعون مني إنه بالله يجعله ويثبت وفي قراءه ويثبت كل يتحدثون كل يتحدثون على امانيان لا يتحدثون عنه ويجعلون فقد كان كتاب ويجعلون إنهم يطبوا ترجمة نانسي قنقر